هذه هي الحلقة الرابع عشرة من كتاب القرآن الكريم سبعة أحرف وسبع قراءات بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته دور النسخ والتبديل والإنساء في عدم كتابة القرآن في مصحف كامل في عهد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بالإضافة إلى المشاكل والمصاعب التي كانت تواجه عملية كتابة القرآن في حياة الرسول فأن هناك أمرا آخرا كان يمنع من كتابة القرآن في مصحف واحد في زمن الرسول ويعقد عملية الكتابة أيضا وهو النسخ والتبديل أو حدث بعض الآيات وإنسائها النبي والمسلمين بالمرة كما يقول تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير البقرة 106 يقول السيد محمد حسين الطباطبائي في كتابه تفسير الميزان إن الإنساء إفعال من النسيان وهو الإذهاب عن العلم كما أن النسخ هو الإذهاب عن العين فيكون المعنى ما نذهب بآية عن العين أو عن العلم نأتي بخير منها أو مثلها وآية أخرى عدنا وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون النحل آية 6 وبالرغم من اكتمال القرآن نهائيا بوفاة النبي صلى الله عليه وآله وتوقف عملية النسخ والتبديل فقد أدت هذه العقبة إلى مشكلة أخرى تتمثل في عدم معرفة جميع المسلمين بما نسخه وما لم ينسخ أو ضرورة حثب المنسوخ من القرآن أو كتابته كان يختلفون أنه نحذف المنسوخ أو نحطه بالكتاب كما هو مثل آية أدت الوفاة والذين يتوفون منكم ويدرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج ويخرجوا من البيت فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم هذه البقرة 240 كما يقال المنسوخة بآية والذين يتوفون منكم ويدرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة مو سنة كاملة فإذا بلغنا أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير البقرة بيأتي أنهن أربعة وثلاثين يعني الآية الأولى ليست واضحة تماما في يعني في العدة عن العدة لسنة كاملة إنما تتحدث عن إخراج النساء من البيت والذين يتوفون منكم ويدرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراجا تتحدث عن إخراج النساء من البيت على أي حال البعض اعتبرها هذه تتحدث عن العدة والعدة اللي كانت لمدة سنة بعدين صارت العدة أربعة أشهر وعشرة فاختلفوا عندما أرادوا أن يكتب القرآن في عهد أثمان اختلفوا أنه هاي الآية الآية الناسخة حطوها رقم ميتين وأربعة وثلاثين والمنسوخة ميتين وأربعين يعني بعدها تجي وقد كان كاتب الوحي الأنصاري أبي بن كعب يتمسك ببعض الآيات المنسوخة إلى حد الاختلاف مع بعض الصحابة كما يروي البخاري يقول حدثنا صدق ابن الفضل أخبرنا يحيا عن سفيان عن حبيب ابن أبي ثابت عن سعيد ابن جبيع عن ابن عباس قال قال عمر أبي أقرأنا أبي أقرأنا وإنا لندع من لحن أبي وأبي يقول أخذته من فم رسول الله فلا أتركه لشيء قال الله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخيرا منها أو مثلها البقرة مية وستة رواية القزة البخاري في كتاب فضائل القرآن الحديث 4621 وكتاب تفسير القرآن الحديث 421 وورد أيضا في مسند الأنصار للإمام أحمد بن حنبل رقم 20172 و20173 ويأقب ابن حجر في فتح الباري كتابة حباري على صحيح البخاري على ذلك بقوله كان أبي بن كعب لا يرجع عما حفظه من القرآن الذي تلقاه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولو أخبره غيره أن تلاوته نسخت لأنه إذا سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وآله حصل عنده القطع به فلا يزول عنه بإخبار غيره أن تلاوته نسخت لا يقبل إلا من النبي يسمع وقد استدل عليه عمر بالآية الدالة للنسخ وهو من أوضح الاستدلال في ذلك ويستفاد من حديث عائشة كان فيما أنزل من القرآن عشر رضاءات معلومات نحرمنا ثم نسخنا بخمس معلومات وتوفي رسول الله صلى الله عليه وآله وهي هذه الخمس معلومات يعني كما يقرأ من القرآن أخرج هذا الحديث مسلم في كتاب الرضاع باب التحريم بخمس رضاعات رقم 1452 فيستفاد من هذا الحديث حديث عائشة حدف بعض المنسوخ نهائيا من القرآن الآن في القرآن لا توجد لا عشر رضاعات معلومات ولا خمس معلومات فنفهم من الحديث أنه التلاوة أيضا نسخت نسخت نهائيا يعني حدفت من القرآن وأن هذه الآية الثانية الناسخة بخمس معلومات قد حدفت أيضا من التلاوة بعد أن نسخت أو هي نسخت أو سقطت أثناء عملية التدوين في عهد عثمان ويقول النووي في تأويل قول عائشة أنه توفي وبعض الناس يقرأ يعني النبي توفي أنه توفي وبعض الناس يقرأ خمس رضاعات ويجعلها قرآنا متلوا لكونه لم يبلغه النسخ لقرب عهده النسخ صار في الفترة الأخيرة يعني فلما بلغهم النسخ بعد ذلك رجعوا عن ذلك وأجمعوا على أن هذا لا يتلى يعني شوفوا أنه بعض الناس حسب ما يقول النووي أنه كانوا مصررين ما سمعوا بالنسخ تماما فهذه مشكلة كما تم حذف آية بلغوا عنا قومنا أننا لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا التي يقول البخاري ومسلم أنها نزلت في شهداء بإرمعونة وقد روى البخاري في صحيحه حدثني عبد الأعلى بن حمد حدثنا يزيد بن الزريع حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنهم أن رعلا وذكوان وأصية وبني لحيان هذا القبائل العربية استمدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على عدو فأمدهم قالوا له أنصرنا أعنا يعني ساعدنا فأمدهم بسبعين من الأنصار كنا نسميهم القراء في زمانهم كانوا يحتطبون بالنهار ويصلون بالليل حتى كانوا ببئر معونة منطقة هذه قتلوهم في السبعين واحد وغدروا بهم فبلغ النبي صلى الله عليه وآله فقانت شهرا يدعو في الصبح على أحياء من أحياء العرب على رأل وذكوان وأصية وبني لحيان كم يدعو عليهم النبي قال أنس فقرأنا فيهم قرآنا ثم أن ذلك رفع هذه الآية بلغوا عنا قومنا أننا لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا وعن قتادة عن أنس ابن مالك حدثه أن نبي الله صلى الله عليه وآله كانت شهرا في صلاة الصبح يدعو على أحياء من أحياء العرب على رأل وذكوان وأصية وبني الأحيان زاد خليفته حدثنا يزيد ابن زريع حدثنا سعيد عن قتادة حدثنا أنس أن أولئك السبعين من الأنصار قتلوا ببئر معونا يعني نزل عليهم قرآنا كتابا نحوه هذا أيضا البخاري في كتاب المغازي الحديث 3781 و3786 ورواه أيضا كلهم من ابن سعد والطبري والواقدي ومسلم في كتاب المساجر الحديث 1085 فإذن يعني كان هناك اختلاف في سماع النسخ أو عدم سماعه وقد اختلف الصحابة حول نسخ آية المتعة فقال ابن عباس أنها لم تنسخ وربما قال آخرون أنها نسخت بالسنة أو بالقرآن ولكنها استمرت فيما يقرأ من الآيات المنسوخة في القرآن على رأيه معني فما استمتعتم به منهن فآتهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيمة النساء 24 وإن كان ابن عباس يضيف إليها كلمة إلى أجل مسمى أيضا يضيف هذه الكلمة أيضا إلى أجل مسمى يعني فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتهن أجورهن جدا واضحة في المتعة وصريحة ويؤكد أنها هكذا نزلت ولم تنسخ وذلك تبعا لأبي وابن مسعود أيضا كان رأيهم هذا أن هذه الآية آية المتعة لم تنسخ هكذا نزلت ولم تنسخ للمزيد من المعلومات راجعوا تفسير الطبري والقرطبي وفي تفسير الزمغشري عن ابن عباس هي محكمة هذه الآية محكمة يعني لم تنسخ وكان يقرأ وكان يقرأ ابن عباس فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى وكذلك هي في مصحف أبي وابن مسعود وقد ادعى عمر وجود آية الرجم في سورة النور الشيخة والشيخة إذا زنيا فارجموه ما ألبت نكال من الله وكاد يضعها في القرآن المكتوب عندما كتب القرآن في أهد أبي بكر وعهده لولا أنه لم يجد من يؤيده بالرغم من إجماع الصحابة على استمرار حد الرجم وعدم نسخه حد الرجم الآن يقولون يعني هكذا يقولون إجماع الصحابة أو الفقهاء ولكن يقولون الآية نسخت وبقي حكمها انظر تفسير ابن كثير جزء 3 صفحة 261 عن ابن عباس قال جلس عمر على المنبر يوم الجمعة فلما سكت المؤذنون قام فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال أما بعد فأني قائل لكم مقالة قد قدر لي أن أقولها لا أدري لعلها بين يدي أجلي فمن عقلها ووعاها فليحدث بها حيث انتهت به راحلته ومن خشي أن لا يعقلها فلا أحل لأحد أن يكذب عليه إن الله بعث محمدا بالحق وأنزل عليه الكتاب فكان مما أنزل الله آية الرجم فقرأناها وعقلناها ووعيناها رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائلون والله ما نجد آية الرجم في كتاب الله فيظل بترك فريضة أنزلها الله والرجم في كتاب الله حق على من زن إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل حبلة مرا يعني أو الأتراف أخرجه البخاري في كتاب الحدود باب رجم الحبلة من الزن إذا أحصنت رقم 6442 فهنا فقط عمر اللي كان تذكر هذه الآية وفي الحقيقة لم يعترف الآخرون بوجود هذه الآية حتى يقولوا بنسخها إضافة إلى أنه يصعب القول بنسخ آية مع بقاء حكمها في الشريعة وفي الوقت الذي حافظ المسلمون على بعض الآيات رغم نسخها وإلغاء حكمها الحكم ملغي بس التلاوة موجودة هنا كيف يكون بالعكس الحكم موجود والتلاوة منسوخة فيشك يكون فيه هذا الحديث يقول الأستاذ الأزهري نهرو عبدالصبور طنطاوي بوجود النسخ في القرآن في حياة الرسول ولكنه يقول برفع المنسوخ ومحوه وإنسائه الشيء المنسوخ الله يشيل أسلام القرآن بعد أحد ما يتذكر أصلا ويؤكد القرآن الكريم هو بين أيدي المسلمين منذ أن توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وإلى يومنا هذا ليس فيه آية واحدة أو حكم أو كلمة أو حرف واحد منسوخ بل كله محكم قطعي واجب الاتباع باستثناء الآيات المتشابهة التي نهان الله عن تتبعها والمنسوخ قد رفعه الله من القرآن قبل وفاة الرسول صلى الله عليه وآله وهناك أحكام نسخها الله في حياة الرسول ومحرمات نسخها الله أيضا في حياة الرسول وكلها قد رفعها الله ومحاها وأنساها للرسول وأحكم آياته التي هي بين دفتي دفتي المصحف الآن فكل الآيات التي في المصحف بلا استثناء ليس فيها آية واحدة منسوخة لا في أحكام الأوامر أو النواهي أو التحليل أو التحريم هذا هم ضد رأي هذا ذكره في مقال له تحت عنوان قراءة للإسلام من جديد من حوار أجرته معه حول كتابه جريدة الوفاق القومي المصرية بتاريخ سبعة اثنين الفين وستة ميلادية على أي حال ها ينفل نظرية من النظريات أنه أصلا ما موجود شيء منسوخ في هذا القرآن اللي منسوخ نسخه راح خلاص وعندما قام أثمان بجمع القرآن التزم بإثبات الناسخ والمنسوخ مثل آية أدة الوفاق التي قرأناها قبل قليل والذين يتوفون منكم ويدرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير أخراج فإن خرجنا فلا جناح عليكم كما فعنا في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم والآية هذه آية منسوخة بآية والذين يتوفون منكم ويدرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرها فإذا بلغنا أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعنا في أنفسهن بالمعروف يعني أنهم زوجون مثلا والله بما تعملون خبير فقال له عبد الله بن الزبير لما كان يكتب القرآن ووضع الآيتين مع بعض يعني وحده بعد الأخرى فقال له عبد الله بن الزبير والذين يتوفون منكم ويدرون أزواجا هذه الآية رقم 240 قد نسختها الآية الأخرى البقرة فلماذا تكتبها أو تدعها يعني تركها أي لماذا تثبتها بالكتابة أو تتركها مكتوبة وأنت تعلم بأنها منسوخة هذا قصد يعني فلم تكتبها أو تدعها قال ابن أخي لا أغير شيئا من مكانه أخرجه البخاري هذا حديث إيراني يعني هذه رواية في نظرية أو رأي نهرأة طاوي وربما كانت مشكلة عدم معرفة النسخ من المنسوخ مشؤولة نوعا ما عن اختلاف مصاحب الصحابة وتعدد بعض القراءات ربما أقول هذه يعني كانت هناك مشكلة نوعا ما أستنعتي إلى النسخ والمنسوخ وبالرغم من وضوحي معنى النسخ في القرآن فإن بعض العلماء حاولوا أن ينكروا نسخ الآيات القرآنية بتأويل كلمة الآية بمعنى المعجزة كلمة آية ما نسخ من آية أو ننسيها يقولون الآية هنا تعني المعجزة مو يعني آية قرآنية أو القول بنسخ الإسلام للتوراة والإنجيل انطلاقا من كون القرآن عبارة عن نسخة واحدة موجودة في اللوحة المحفوظ عند الله تعالى في شون نسخ النسخ ما يسر النسخ أو في السماء الأولى بناء على الآية الكريمة بل هو قرآن مجيد في لوحة محفوظ سورة البروج آية 22 أن القرآن مكتوب في اللوحة المحفوظ وهو غير قابل للنسخ والتعديل فإذن هذه الآية ما يسر نفهمها الشكل نسخ آية قرآنية يعني كما يحتج أبو عبد الله محمد بن بركات السعدي على ذلك بقوله وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم الجاثية 29 ويعتقد بأن أم الكتاب يعني اللوحة المحفوظ أو الكتاب المكنون الذي لا يمسه إلا المطهرون في سورة الزخرة آية 4 ينقل أن هذا الكلام الشيخ صبحي الصالح رحمة الله عليه في كتابه مباحث في علوم القرآن صبحة 260 ولكن في كلام هذا استعدي شوية في نظر ولكن الاستدلال بآية بل هو قرآن مجيد في لوحة محفوظ على عدم إمكانية النسخ لا يتم فالآية ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير هذه الآية صريحة بإمكانية النسخ في القرآن وهو أمر متواتر في الأحاديث والآية لا تعني التوراة والإنجيل لأن الله تعالى يقول في وصف القرآن الكريم مصدقاً لما بين يديه ماذا ينسخ التوراة والإنجيل سورة العمران آية 3 ويقول عن التوراة وكيف يحكمونكم تحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار المائدة 43-44 ويقول عن الإنجيل وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون المائدة 47 ويخاطب أهل الكتاب قل يا أهل الكتاب بستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل عليكم من ربكم المائدة 68 فإذن أنه هذا ما ينسخ من آيتي يعني ينسخ التوراة والإنجيل يعني مو نلقى واضحة وصحيحة وأما اللوحة المحفوظ حكاية أن القرآن موجود في اللوحة المحفوظ فلم يقل الله عز وجل إنه لوح في السماء وإنما قال إن القرآن المجيد محفوظ عن التزوير والتلاعب والضياء في لوحة محفوظ كما قال العلامة محمد الحسين الطباطبائي في الميزان في تفسير هذه الآية بل هو قرآن مجيد في لوحة محفوظ إضراب عن إصرارهم على تكذيب القرآن والمعنى ليس الأمر كما يدعون بل القرآن كتاب مقروء عظيم في معنى غزير في معارفه في لوحة محفوظة عن الكذب والباطل مصون من مس الشياطين وهو ما أكده صبحي الصالح بقوله لسنا نميل إلى الرأي القائل إن القرآن تنزلات ثلاثة الأول إلى اللوحة المحفوظ والثاني إلى بيت الأزة في السماء الدنيا والثالث تفريقه منجما بحسب الحوادر وإن كانت أسانيد وهذا الرأي كلها صحيحة بس يقول هذا لا نميل له ويقول انظر هامش الإتقان جزء واحة صفحة 68 ويظهر ويظهر أن الجمهور كان يجنح إلى هذا الرأي فالزركشي في البرهان جزء واحة صفحة 229 يقول في هذا الرأي إنه أشهر وأصح وإليه ذهب الأكثرون وابن حجر في فتح البعري يصفه بالرأي المعتمد ونحن مع ذلك لم نأخذ به يعني سبح الصالح يتكلم يقول ما أخذنا هذا الرأي في اللوحة المحفوظ لمخالفته صريح القرآن كما أوضحنا أعلى لأن هذه التنزلات المذكورة من عالم الغيب هذه التنزلات من عالم الغيب الذي لا يأخذ فيه إلا بما تواتر يقينا في الكتاب والسنة فصحة الأسانيد في هذا القول لا تكفي وحدها لوجوب اعتقاده فكيف وقد نطق القرآن بخلافه إن القرآن الكريم لم يصرح إلا بتفريق الوحي وتنجيمه هذا في كتابه مباحث في علم القرآن صفحة 51 وإذا قبلنا بنظرية النسخ هناك أيضا من يرفض نظرية النسخ يقول أصلا ما وجود نسخ في القرآن إذا احنا قبلنا بوجود النسخ فلا تبقى لدينا مشكلة فيما رواه بعض الصحابة عن سقوط بعض الآيات من المصحف العثماني كما ينقل مسلم في صحيحه يقول حدثني سويد بن سعيد حدثنا علي بن مسهر عن داود عن أبي حرب ابن أبي الأسود عن أبيه قال بعث أبو موسى الأشعري إلى قراء أهل البصرة فدخل عليه ثلاثمائة رجل قد قرأوا القرآن فقال أنتم خيار أهل البصرة وقراءهم فتلوهوا ولا يطولن عليكم الأمد فتقسوا قلوبكم كما قصت قلوب من كان قبلكم وإن هنا الشاهد وإن كنا نقرأ سورة كنا نشبيهها في الطول والشدة ببراءة فأنسيتها غير أني قد حفظت منها هذه الآية فقط لو كان لابن آدم واديا من مال لابتغى واديا ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب وكنا نقرأ سورة كنا نشبيهها بأحدى المسبحات فأنسيتها غير أني حفظت منها يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون فتكتبوا شهادة في أعناقكم فتسألون عنها يوم القيامة هذا صحيح مسلم في كتاب الزكاة حديث 1740 يعني يقولون أن بعض السور راحت وبعض الآيات راحت إذ قد يكون ما يقال أنه سقط هذا الكلام نوعا من المنسوخ والمنسي قال النسخ هذه الآيات أو أنساها يعني مو أنه ضاعت في الشكل واحدة يعني ولا سيما عندما نأخذ بنظرية المرونة والتعددية في القرآن حسب الأحرف السبعة وإمكانية النسخ فيصير يعني شيء معقول وإذا كان القرآن نفسه يؤكد إمكانية النسخ والإنساء والتبديل مثل آية البقرة 106 والنحل آية 6 فلا مجال لإنكار النسخ والحروف السبعة إذن فإن النسخ كان موجودا في القرآن بصريح قوله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخيرا منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير وآية أخرى وإذا بدنا آية مكان آية هذا أوضح بعض إذا ديك فسروا الآية ما تنسخ بالكتب السابقة أو بالمعاجز فهذا شيء آخر وإذا بدنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا الكفار قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون النحل آية 6 وكما هو واضح من آية المصابرة يسمونها آية المصابرة الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفها فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين هذه واحد مقابل اثنين صاروا إذا واحد اثنين لن تصبرون إذا واحد أكثر من اثنين ثلاثة أربعة أكثر يحقوا المسلمين الفرار أو الانسحاب هذه الآية نسخت الآية السابقة عليها يا أيها النبي حرضوا المؤمنين على القتال إيكم منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين عشرون يغلبوا واحد مقابل عشرة لأنهم يصبرون وإيكم منكم مئة يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم لا يبقهون الأنفال آية خمسة وستين ناصر واحد مقابل عشرة أول شي كان لازم يصبرون المسلمين بس بعدين يقول وعلم أنه فيكم بعضها فقال واحد مقابل اثنين وقد أشار الإمام علي ابن أبي طالب عليه السلام في الخطبة رقم واحد من نهجة بلاغة إلى تبيان النبي للناسخة والمنسوخة في القرآن وكان الصحابة لا يأذنون لأحد بالفتوى حتى يتعلم الناسخة والمنسوخ كما يقول الزرقاني في مناهل الأرفان جزء 2 صفحة 136 والسيوطي في الإتقان في علوم القرآن جزء 3 صفحة 58 إلى هنا نكتفي وسوف نتابع إن شاء الله في الحلقات القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر